راضي أن جرت اليوم بأكاديمية الرياضة بفرشة فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الفيدرالية الشادية لكرة القدم للمتدربين الناشئين في الفنون الحديثة لهذه الرياضة رئيس الفيدرالية إبراهيم فلا هو الذي أعلن بداية الدورة عباس بكر مصطفى دورة تلو الأخرى التي تنظمها الفيدرالية الشادية لكرة القدم والأندية مع شركائها في تطوير وعهياء كرة القدم الشادية لذا فقد جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية من قبل الفيدرالية بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وذلك من أجل تدريب المدربين الناشئين في مجال كرة القدم في مداخلته الخبير لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إليوريك ماتيو أوضها بأن برنامج الفيفا لعام 2017 يتركز في تدريب الشباب الناشئين وتطوير مهاراتهم الرياضية والمعرفية النائب الأول لرئيس الفيدرالية الشادية لكرة القدم والأندية إبراهيم فولا أبان في هديته بأن سياسة الفيدرالية هي تكوين مدربين ناشئين مضيفا عن التعامل القيم بين الفيدرالية الشادية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم طالبا من المشاركين الاستفادة القصوى من هذه الدورة التدريبية لأجل الرقي بكرة القدم الشادية أكدا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتعبئة إلى الأقام ترجمة نانسي قنقر